اشتركوا في القناة فاكرتنا دي ما عضفنا استاذ محمد سعدة نائب رئيس مجلس ادارة شركة كولدوالبانكر مساء الخير يا فانت مساء الخير اهلا وسائل طبعا انا سعيدة جدا نحريك معي النهاردة بتعمير وعايزين اول سؤال نتكلم فيه النهاردة عن ازاي ننظم شركات التسوية العقاري حريك شايف الشركات بقت كتير جدا والسوق كبير جدا واللغبطة يعني بقت ملحوظة هو والله بصي يعني انا اول حاجة احب نعرف ايه هو موضوع التسوية العقاري لان هو الموضوع اللي ابتدأ يعني يبقى فيه شوية لخبطة هو المساوع العقاري ده شخصي بيقدم خدمة وقدام الخدمة دي بياخد عليها نسبة مقابل الخدمة فهي بالمقام الاول هي خدمة استشارية لان انا بقدم نوع من انواع الاستشارة للراجل ومن خلال الاستشارة نبديهانه دي بياخد قدامها النسبة فهي لازم تكون في هذا الاطار هي موضوع استشارة قدامها مقابل لكن كون انها تتحول الى انا هاخدك تمزي وحناخد الخصم العمولة وبتاعة الديفلوبر وساعتها انا هاخد سلوز وساعتها دي كاش باك كده بتحولنا الى موضوع تاني خالص صحيح فاحنا يعني اللي احنا بنطمح له وبننادي به النهاردة بما ان موضوع السوق العقاري والاستثمار العقاري في مصر اصبح يمثل نسبة كبيرة اوي من الناتج المحلي ويأصبح يمثل نسبة كبيرة اوي من الاقتصاد لازم الموضوع يتنظم ولازم ان يكونوا شغالين فيه يكونوا مؤهلين الى ان هما يقدموا هذه الخدمة ولازم وبالتالي يكون العمولة اللي هما بياخدوها دي تكون عمولة يعني لها علاقة بنوع الخدمة اللي هما بيقدمها عجبني اوي كلام حضرتك طب خلينا نسأل ازاي او يعني اسألك ازاي نقدر بقى ان ننظم ده ان ما يبقاش فيه شركة تسويق عقاري بتدي خصمات او كاشباك او بتتكلم مع العميل فتغريه فتخليه يخوض التجربة دي وفي الاخر ارسوق يبوز تمام هو يعني احنا احنا دي حاجة بننادي بيها وبنشتغل بيها حتى بنشتغل فيها مع جمعات المساوقين العقارين هو لازم يكون فيه رخصة وليسنس وامتحان للمساوقين العقارين مش اي حد يقدر يؤدي هذه الخدمة لازم عشان انا يؤدي هذه الخدمة لازم اكون مؤهل ان انا ادي الخدمة طب انا مؤهل ازاي مؤهل لانا دارس المشاريع اللي موجودة دارس نوعية العقارات المختلفة ولازم اكون برضو عندي خبرة في دراسة طلبات العميل هو اول حاجة بنعملها ايه لما بيجيلي عميل لازم افهمه الاول يعني اول حاجة لازم اعملها هفهمه طب انت عاوز ايه انا عاوز اشتري بيه ليه هتستثمره هتأجره هتسكن فيه هتعمل بي ايه طيب عدينا المرحلة دي طب انت عاوز بيت شكله ايه فيه كم اوضة عندك اولاد قد ايه هيروحوا فين هيروحوا مدرسة فين هيروحوا جامعة فين طب انت ايه احلامك للبيت ده في جنينة في تراس في باركينج عندك عربية يعني لازم تفهمي تفهم متطلبات العميل ده الاساس ده قبل يعني ممكن اعود انا قبل ما اتكلم على المشروع انا هاعد فترة كبيرة اسمعها بعد كده لازم اكون دارس جميع المشاريع اللي في السوق واقدر اللي انا اوفق ما بين اللي هو الهودي وما بين المشاريع الموجودة ولازم مهم جدا مهم جدا اللي انا ما يبقاش عندي اه اه توجه لمشروع معين يعني فيه كتير او يقول لك عاوزين نزقوا على الحتة دي عاوزين يعني اه انا باخك عمولة كويسة من من هنا فعايزة دخل العميل للمشاهد وده غلط طبعا ده مش مصلحة العميل دي نصيحة للمشاهدين طبعا علشان ايه اقدروا اه انا بشوف الناس وابتدت يعني الناس عندها واعي هي بدأت تلاحظ يقول لك اه اصله هايزويني على الحتة دي لأ ده انت كده خلاص بقى ما بيتش استشارة لا انا عاوز فعلا ادي له نصيحة اه يعني ما فيهاش اي تحيز الى المشروع المناسب اليه لازم لازم الموضوع يشتغل بهذا الاطار الصحيح عشان فعلا تبقى الخدمة يستفيد بها العميل وتبقى العمولة او الفلوس اللي بياخدها المسوق ده فعلا مقابل خدمة اه قدمها طب خلينا نقول ان العميل يعني بيحب يتجه اكتر او يعني اغلبية العملة بتحب تتجه اكتر لشركات تسويل عكاري ليه علشان الشركة بتوفر له مشاريع كتير يقدر ينقي اكتر من شركة تطوير العكاري طيب انا ازاي اختار شركة التسويل العكاري اللي انا اتعامل معاها وما اعش في الفخ ده تمام اه هو طبعا لازم تكون يعني لازم تسألي لو انا بقيم شركة تسويل العكاري يعني اول حاجة انت لازم تشوفي تسألي عنها يعني هو مفيش احسن من انت تاخدي طبعا خبرة من حد اشتغل معاهم او شافهم او او اعرفهم لازم تشوفي الشركة دي بتشتغل مع مطورين عددهم قد ايه هل هي فعلا عندها كورج كبير مغطية عدد كبير من المشاريع طيب هل هي بتبيع بس بتبيع في كل المشاريع يعني معناها لو ايه بتبيع في كل المشاريع يبقى فعلا هي بتبص على العميل وبتشوف احتياجاته لكن هي بتبيع في اغلبها مشروعين تلاتة مشروعين تلاتة هي توجهك للمشروعين تلاتة لانه يبقى غالبا هو ده الاساس الاساس في الموضوع فهو مهم جدا ان انت تكون الشركة كبيرة سمعتها كويسة نسأل عليها نشوف ناس اشتغلوا معاهم خبرتهم معا ايه الشركة فعلا عندها مشاريع كبيرة وبعدين نعمل الاكزرسايز اللي انا قلت عليه ده انت هيبان من الاول الراجل اللي قعد معاك ده من الشركة هو بيسمعك بيسمع طلباتك الاول بيسمع طلباتك طب هو بيارد عليك عدد مشاريع كتير كتير محترم مشروعين هتبدأ تحسي لا والله ده الموضوع بجد هو بيديني الحاجة المناسبة ليا او لا ده هو بيحاول يزوئني في مجال معاهم شايف ايه التحديات اللي بتقابل يعني قطاع تسويل عقاري عموما والله يبصي يعني قطاع تسويل عقاري في مصر انا بشوف انه هو قطاع اصبح احنا قلنا ان احنا محتاج تنظيم اه محتاج تنظيم بس هو هو قطاع واعي جدا يعني يمثل جزء كبير جدا من من النتج المحلي وبيدخل في صناعات كتير وبيعمل بيشغل ناس وعماله ومالاز آمن لاستثمار في مصر يعني اللي عاوز يستثمر بيقولك باشتري بيت بقالنا فترة جميلة في هذا الموضوع لان الموضوع ان البيوت بتكمل نهاكالة حتى لو اه اه حصل اي مشكلة في العملة الصعبة في الدولار في بتاع البيت بيعلم معاها بيعلم معاها هو مالاز آمن للاستثمار استثمار اه طيب اه النهاردة اه يعني دي حاجة الحاجة التانية هو مقومات احنا والحمد لله عندنا مقومات نجاح الى هذا السوق يمكن بنسمع في بلاد تانية اه بيقولوا البابل او البالونة ارتفرقعت والدنيا فرقا والموضوع وقع ورجع التاني وهكذا انا انا يعني الحمد لله في مصر لا احنا عندنا مقومات كويسي او تخلي السوق يستمر طب ليه عندنا في مصر الناس بتقول ان فيه فقاعة قرية يعني اكيد فيه سبب ورا المصطلح ده اه والله هقولك حاجة بيقولوا كده لان هو يمكن شاف المعروض كتير شاف الفترة اللي فاتت فيه اه عدد من المشاريع اه كبيرة اه والمشكلة التانية اللي انا كنت عايز يعني برضو اتكلم عليها هي ان النهاردة فيه ناس كتير اه في الفترة اللي فاتت استثمارت فبتتنب عندها ثلاثة واربع اه بيوت بيوت ولما بتيجي تعمل اعادة بيع بتلاقي الموضوع بطيق شوية الريسيل الريسيل بطيق شوية فبيبدأ يقولك ايه ده لا خلاص معنا مش ده انا قريدي عندي ثلاثة اربعة طبعا انا فين بقى تبترد عليها بروجيكت والبروجيكت الجديدة دي فين ومين هيسكنت فيها ولكن برضو انا بقول الكلام ده مش معناه ان فيه مشكلة لا هو السوق في مصر اول حاجة احنا عندنا يعني احنا نقدر نقول ان الريسيل هو اللي يعني متباطئ شوية ده هو ده المفتاح ده طبعا ده هو ده اللي هيمشي الريسيل هو اللي هيمشي الريسيل يعني النهاردة كزء كبير من متطلباتي اللي انا انا ناس كتير قوية هم عاوزين ياخدو في المشاريع الجديدة عندهم بيوت بس هو شايف برودكس اهنا الحاجة حلوة ان فيه نوع من الانوفيشن وافكار جديدة طلع في البروجيكس الجديدة كل برودكس جديدة عشان يميز نفسه بيطلع بافكار مختلفة المناطق الجديدة كل ما بتشوف تلاقي احلى من قابليها فالناس دايما عاوزة تروح للحاجات الجديدة عاوزة تعمل اوبجريد عاوزة تطلع طبعا عشان عامل اوبجريد هعمل ايه هبيئة القديم عشان اقد فلوسه واروح اشتري في حاجات جديدة طيب فهو الاساس مفتاح الموضوع النهاردة اللي هيكمل ده اللي انا عارف ابيئة القديم يوم عارف ابيئة القديم عارف اشتري جديد لان دايما زي ما اقولك دايما النهاردة العميل عندنا عنده هو نفسه عنده اربع وخمس بيوت فهو عاوز يبيع الحاجات القديمة عشان يروح لحتة جديدة اللي بنشوفها في الساحل اه ده نوع من انواع الاستثماء اه عمال عاوز ابيئة هنا عشان اتحرك هنا فهو الاساس في الموضوع احرك الريسيل لو حركت الريسيل هو ده اللي هيفتح الفلوس هيجيب هيعمل هيفك يعني هيعمل هيفك الفلوس دي وبالتالي الفلوس دي هتتعادس تصمرها في بيوت تانية تمشي حركة الاقتصاد وتمشي وتعمل فرص عمل وتمشي سوق البرايمير ممكن نقول ان التمويل العقاري يقدر يساعد على كده ده اكيد ده هو ده دور بقى التمويل العقاري دور التمويل العقاري النهاردة ان انا بدل ما الفلوس دي وقفة في اسمنت وحديد وقفة هنا في بيوت قديمة وانا مش عارف اعمل فيها ايه تمويل العقاري هيخليني عرفة بحق لواحد ما كانش قادر ان هو يشتريها فبالتالي انا خدت الفلوس دي روحت اشتريت في حاجة جديدة شغلت دورة راس المال شغلت دورة الفلوس وبدأ وعملت انت عايشة هو ده يعني انا انا شاف ان احنا في مصر الحمد لله مش ما عندناش مشكلة بس اللي ممكن يسرع الموضوع او في اي وقت حسينها في اي نوع من انواع التباطئ موضوع الريسيل هيقدر ان هو يسرع السايكل دي أستاذ محمد انا بشكرك جدا هي حلقتنا خلصت بس انا كنت مستمتعة جدا بالحوار مع حضرتك وان شاء الله نكررها تاني بمواضيع يعني اهم واكبر من الموضوع اللي حيب نتكلم فيه كمان النهار ربنا يا خاليك انا سعدت بلقائك شكرا جزيلا مشكرك جدا شكرا جزيلا مشاهدينا وكده حلقتنا خلصت انتظرونا ان شاء الله في حلقة جديدة من تعمير الاسبوع الجاي شوفك على خير